موسيقى موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم تجددت المواجهات العنيفة اليوم الاثنين بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشي الحوث الإرهابية من جهة أخرى في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب وقال مراسل يمن شباب إن المواجهات اشتدت ضراوتها بين الجيش والميليشيا في جبهة ملعاء التابعة لمديرية حريب حيث خسرت الأخيرة العشرات من عناصرها أفادت مصادر محلية أن شركات الكهرباء التجارية التي تديرها قيادات تابعة لميليشيا الحوث الإرهابية فرضت جرعة سعرية جديدة على المشتركين في صنعاء وبحسب المصادر فإن الشركات فرضت الجرعة الجديدة فجأة دون أي مبرر حيث رفعت سعر الكيلو وات الواحد من 220 إلى 290 ريالاً في ظل أزمة اقتصادية خانقة واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ أكثر من خمس سنوات قال محافظ شبوى محمد صالح بن عديو إن المشاكل التي خلقتها الإمارات في المناطق المحررة لا تقل خطورة عما قام به الحوثي من انقلاب وأضاف بن عديو في تصريح لوكالة سبوتنيك أن أبو ظبي قامت بخلق ميليشيا مناهضة للدولة في اليمن وهناك تسعون ألف مرتزق في كامل أنحاء اليمن يتسلمون رواتب منها شهرياً ومشيراً إلى أن الإمارات ترفض الخروج من ميناء بلحاف أقدم جرحاً في مدينة تاعز على قطع شارع جمال صباح اليوم احتجاجاً على سقوط بعض الأسماء من كشفات مكرمة الملك سلمان من جهته قال مسؤول الشركة إنها أوقفت الصرف بحسب حدوث فوضى أو بسبب حدوث فوضى إثر عدم تنظيم الجهات المختصة للمستفيدين مطالباً إياها بتوفير الحماية الأمنية وآلية تنظيم ترتيب المستلمين ناقش اجتماع حكومي في مدينة سيئون أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت والجهود المبذولة في معالجة الإشكالات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين أداء المنظومة الكهربائية وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين شدد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عصام الكثير على أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه تحسين خدمات الكهرباء كما شدد على ضرورة التنسيق بين محطات التوليد والتحكم بما يساعد في الحفاظ على المنظومة الكهربائية ويحسن أداءها دمتم وأدام اليمن بألف خير إلى اللقاء